إن شاء الله عليك يا رسول الله يا ليتما كما معكم سيدي فنفوج فوجا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم كما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على كوف من فرعون وملئهم أن يبتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المشركين منذ خلق الله بالأرض تتكرر قضية موسى وفرعون يعني بتعبير آخر أن الدنيا بيها كيارين طيار يريد الإنحراف عن جادة الصواب وطيار يريد أن يصلح هذا الإنحراف هذا اللي يعبر عنا القرآن الكريم بنتيجته بسم الله الرحمن الرحيم فريق في الجنة وفريق في السعير قطع ناش منذ أن الله خلقها أكو بيها الشرية وبيها الخير ويبقى الخير والشرق يتصارع عنه هذه طبيعة الحياة يعني أنت ما يمكن تلقى مجتمع كل خير ولا يمكن تلقى مجتمع كل شرق يعني سميها المالدية التاريخية أو ديالبتيك التاريخي اللي يعبر عنا الماركسيون بأن ديالبتيك التاريخ يعني أن جدلية هذه بين الخير والشرق والصراع هي جدلية صحيح موجودة لكن جماع عندما يمرون بها يقولون توصل إلى حد الشوعية ثم توقف خلص ليش يوقف؟ كيف؟ لا يبقى الصراع لا يوقف الحقيقة أبدا يبقى الصراع دائما ولذلك أنت تلقى الأنبياء في كل حصر من العصور أكون بي وأكون فرعون حكنا هاي لابد من عندك وألفت نظرك ترى هو هذا منين ناتج هذا ناتج الإنسان يريد تحقيق ذاته كل واحد الله ركب في فطرة إرادة تحقيق الذات يعني أنا أريد أشعر بأني موجود وأني متميز على الناس كل واحد عندها النجعة لكن الآليات شمهية؟ الآليات تختلف واحد مثلا يحقق ذاته من طريق الطبيعي يطلب علم يهدب نفسه يروض نفسه على الأخلاق الكريمة يعمل أعمال صالحة عن هالطريق يثبت ذاته ويبرج واحد لا ما يقدر على ذني إذا ما قدر على ذني أو انحرف عن ذني شي شوي؟ يتجئ إلى طريق الإجراء يتحول إلى مجرم حتى يجبر الناس على الاعتراف ولذلك تلقي الطغيان هو عبارة عن تعبير مفرط عن حب الذات اذهب إلى ترعون إنه طبع والطغيان لابد من تعبيله إنه منذ خلق الله عز وجل الأرض لابد أن يكون بها التيارين يتصارعان كيار الخير وكيار الشر وسيرتبق بموضوعنا هذا إن شاء الله الليلة جه خلينا نشوف أولا مضامين الآية شنو؟ الآية أولا بها مقدمات ثم تنتهي إلى نتيجة نحتاجها إلى توظيفها في موضوعنا المقدمات أولا فما آمن لموشى إلا ذرية من قومه شنو يعني؟ خلي ألقي لك شوية نظرة على الواقع التاريخي حتى تعرف المعنى كأنه بني إسرائيل لما طلعوا وراحوا إلى مصر ما كثر كان عددهم؟ كان عددهم قليل جدا يعني 63 أو 64 نشا ذول اللي راحوا إلى المصر الشوذة لتزاوجوا مع القضاء تزاوجوا مع المصريين يعني امرأة تزوجة مصري أو رجل إسرائيلي تزوج امرأة مصرية تزاوج تزج الأولاد اللي صاروا عندهم من أب إسرائيلي ومن أم مصرية اشي سموا؟ ذولا سمهم ذرية عينا مثل الحالة اللي صارت باليمن باليمن الفرش حكموا اليمن لما حكموا اليمن تزاوجوا مع أهل اليمن فالولد اللي ينولد من أم يمانية وأب فارسي شموا الأبناء معروفين الأبناء بالتاريخ باليمن الأبناء يعني فرق شريحة كبيرة يعبرون عنهم الأبناء فهدول يعبرون عنهم الذري نفهلي شوية فهدول أباهم كانوا من إسرائيل وأمهاتهم من القبر هدول هم أول من آمن لموسى موسى عليه السلام لما أعلن نهضته وإجي إلى نصر أراد الإصلاح أراد أن ينشر رشالته هناك ما أحد آمن به إلا دولا مبدئيا مبدئيا دولا وبعد ذلك كاب لحبه الباقي ليش تنبه للمقر هذا الموضوع تكمن به نظريات شوية مهمة أولا ما آمن الواقع معه إلا ذرية هدولا الذرية إنما آمنوا بي ليش آمنوا بي لأن آباؤهم نعم من جماعة نبه لي من قومه ها إذا شنفتهم هنا نفتهم أن العامل القومي يلعب دورة العامل القومي يلعب دورة في تحريك الشعوب ها ولذلك الله عز وجل أرسل الأنبياء منين من كل بلد من أهله أرسل نبي ما يجيب لنبي من الخارج ليش لأن إذا نبأ نبيا من الخارج يتحرك الحش القومي بالداخل إذا تحرك الحش القوم يقولوا هذا شنو هذا مو من عندنا شنو جاي هذا أجنبي عنه شاي بلينا لكن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليش منهم لهالغرب لأن العامل القومي يلعب دورة أنا أنتم إلى قومية معينة وهذه القومية المعينة أحتاج أن تكون هي أعلى القومية أحتاج أن تكون مميزة أحتاج أن أنشد بيئة دولة أعبر عنهم دمي ولحمي زين يعني هل أن الدين يعارض هذا المعنى الآن لو أريد نرجع نستفتي الدين نقول أن اللجوء إلى القومية حرام منافية أو لا مرة أريد ألجأ للقومية في موضوع بصراع بين القومية وبين الدين نبه يعني أكو قضية إذا شوية غلبت العامل القومي راح أخالف بالدين لا يمثل هالحالة الدين أهم لأن القومية دم ومشاعر ومصالح والدين لا حقائق والحقائق تقدم على غيرها أبدا إذا تعارض الدين مع القومية تنسحق القومية ولذلك نحن نلاحظ لما يجي الإسلام الصحابة رضو الله عليه كانوا يقتلون آبائهم وأبنائهم وعشائرهم من أجل العقيدة يعني كان ما العامل القومي مين عقدهم دور بالدرجة الأولى يقدم عامل العقيدة لأن العقيدة أثمن وأغلى وأهم أي منها النعمة مرة العامل قضية قومية ما تتعارض مع الدين أنا أريد أعتج بقوميتي هذه ما بها إباش يقول إمام الصادق سلام الله على تفتلي الكلمة إمام الصادق يقول ليس ليس من الشر أن تحب قومك ولكن من الشر أن تجعل شرار قومك خيرا من خيار غيره نبه ليش لون تقول أنت تعتز بقوميتي أنك بالعشيرة التي تنتمي إلى جنس التي تنتمي إلى تعتز مثلا بأنك أفرغ من الجنسية الكلانية اعتجازك بيها مرة اعتجاز إيجادي يعني أحترم أشركي ودمي وعرقي اللي أنتمي لا أحترم كل بقش ما بيها هذا هذا موعد ولا محرم ولا شر مرة لا أجي أقول أنا هذه الجنسية اللي أنتم إلها هذه شيدة الناش شرار قومي خير من خيار غيره أي غلق يعني أنا مرة أحترم القوميات الأخرى مثل ما أعتج بقوميتي أحترم القوميات الأخرى لأن ما كتمايز بالقوميات هذا التمايز تمايز وهمي يو تمايز وهمي يو لا وراء هدف سيء الهدف السيء يعني مثل محاولات الاستعمار يعني مثل ما يقولون الغربيين أن الحضارة إنما خلقها الجنس الأشقر يعني ذول شقر ذول المميزين ذول سادة الناس ذول هم أسس والحضارة والناس يعني يجون بعدهم بمراتب ما يأخذون المستوى العالي هذا كلام ما مقبول لأن كلام وراء أيديولوجي يعني وراء محاولة استعمار وراء محاولة استغلال هذا مرفوض مر له أنا أحتج بأهلي وأحتج بقومي وبأسرتي على أن لا أحتكر غيرهم والبأس ما بهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لي ولدي أكرم عشيرته فإنهم جناحك الذي به تطير وأصلك الذي إليه تصير إلا ما أول شيء يهمنا أن نأخذ عظة وعبرة من الآية قرآن الكريم يريد يضع لنا ماذا يحسن قصة يريد نقتل الوقت بها لا يريد يحضن معلومات مستفيد من يعني يضع لنا واحد يريد يقول أن هذا العامل إذا واحد مصلح يريد يصلح ليغفل هالعامل هذا خلي أخذ بعين الاعتبار العامل القومي ترى يلعب دور فإنت إذا تريد تصلح أو تريد تعيش عيشة كريمة مطمئنة على شلام ووئام مع الناش التي يجي أنت تشتم قوميتكم لا لا تشتم هذا خلص لأن أولا كما يجمع الدماء كلها لآدم وآدم من كرس فإنت إذا واحد رات يعتز خلي الشعور هذا اللي عنده التي تجي الجرحة تجرح كرانت أكو بعض الناش يعني عندها اللون من الرقاح يبعد يجتم الآخرين أنا من كذا ذولة منحطين ذولة كذا لا هذا كلام ما مهذب وكلام يؤدي إلى نتائج شيئة أي وحدة فما آمن لموشى اللادرية من قومه وحده اثنين اللادرية ذولة بعدهم صبيان عبر عنهم درية بعدهم صبيان ها فذولة ليش أشرحوا يعني بالإضافة إلى العامل القومي ليش أشرحوا بالاستجابة إلى موسى أشرحوا لأنهم شباب كانوا والشباب أكثر حرص على التجديد شوف الحركات اللي تتوق إلى التجديد تستغير بالمجتمع أول ما يطاردلها الشباب الشباب يرفضون إلى ليه لأن الشباب عند ديناميكية مثل يقولون عند حركة ها يريد التجديد أكثر من غيره الرجل الكبير الشيء أولا يقول لك سأعني من أطاردها شباب من عمري شباب من عمري هذا لا يقول لك أنا مستقبل الحياة الدنيا إلي ولما الدنيا إلي خلي أصلي حموري أرتبها وهي أكون حركة تجديدية خلي أركض إليه بينما هذا الشاي يقول لك كل يوم يتلقى علي من التعب يعني مو بس بها الجانب حتى لما تقول لك أنت رجل كبير الشن وقريب الدنيا إلى الله عز وجل شو يصلح حالك حتى ليش ما تصلي تجيه إلى الصلاة تجيه إلى الدين تجيه إلى الأخلاق يقول أنا شباب من عمره يباني كل أنا البيت خرب فسأنا أجي أصلي حالك أنت صلي ليش والله لحظة يتأمل لحظة إذا ظلك من عمرك وتتوب إلى الله عز وجل هي هاي هاي اللحظة نخذك من البلاء نعم في المشألة إذا إنما أشرح أو ذول لأن الشاب أشرح إلى حركات التجديد أي واحدة أو اثنين ثلاثة ذول بعدهم شباب ما تجدرت مصالحهم في صميم المجتمع شلون يعني وهذا لما بعد استوص ناشئ ما عنده معاملات عميقة ومتجدرة متشحبة بالمجتمع يعني علاقات تجارية علاقات اجتماعية علاقات ثقافية مثلا بعد بعد أول حيات ما عنده تجدر بالمصالح وخصوصا المصالح المادية بعد بعكس هذا اللي عنده تجارة وعند أموال وعند جراحة وعند صناحة هذا تطارد للحركات الإصلاحية الشاب لأنه بعدها ما متجدر لكن هذا يقول لك أنا أخا شو مدريني قد يكون هذا التحرك هاي الحركة هاي الحركة راح تخليني أفقد الأشياء اللي عندي راح تخليني راح ضيع علي فروتي ضيع علي مكانتي ضيع علي جذوري ها يخا يقدم رجل ويأخر أخرى وهنا نقول رأس المال جبان ها رأس المال جبان خا سيد لمكان آمن إذول بعدهم ما متجدرين بالمجتمع ما قعدهم مصالح ولهذا أنت تلاحظ أن الإسلام وإن كان أكد على الجميع لكنه أكد على الشباب بصورة خاصة وسيأتينا هذا المعنى إن شاء الله بالليالي الآتية إن شاء الله زين إذن الجانب هذا يعني دولة إنما أسرعوا إلى الإيمان أسرعوا إلى الإيمان لأن بعض المصالح مو متجدرة جن أربعة أخواتنا بأهلي بالله لأن النقطة هاي فدولة إنما رأسا اشتجابوا إلى موسى ليش رأسا اشتجابوا عن طريق أمهات تأثير الأمهات لأن هذا الولد لما ينولد منهم ولا يصير علما مشدود مشدود إلى أمه وإلى أخواله أخواله يأثرون عليها كثير كبير شو نقول نحن المتام العامي ونقول تبتين الولد من خاله ها أخواله يأثر علي ليه يأثر عليها بمصالح يأثر عليها باتجاهات العام يأثر عليها حتى بمصلحة قومية أمه أيضا تلعب دور لهذا نحن نحذر من الزواج بالأجنديات نبهل شوي يعني هذا اللي يطارد مو وراح هذا لألماني طارد وراح هذا لإنجليزي تقول تعال هنا أنت شون المبال يعني عندك شكا ما تعرف أنها بعد يومين شرح أصير إليها هاي هاي معدها مانع عنها نصح عارية وتعانق واحد انت غيرتك وينها للأخلاق وينها دين وينها قوميت وينها هاي بعدين أنت مأمن أن هاي أبناءها راح يكونون مشدودين إلى أهلها ودول أهلها قد يكون ما تلتقي مصلحتكم مع مصلحتك مصلحتك مصلحت بلدك ها هذا بلدك اللي أنت تربتك هاي تربتك وأمك هاي الأرض اللي أنت أمك هاي منها تنخلق ومنها تأكل وبيها تنام بعدين ها كلها هاي هاي لهم هاي يحبني هاي هاي طيب إنت إذا إجيت وضحي بهذا عرضت هال الخطأ خلّت الولاء يصير علما الولاء يصير للخارج مو لمصلحة بلدك لا ينبغي أن تأخذ بعينك مصلحة البلد لأن هذا الزواج من الأمهات الأجنبية راح يؤدي إلى النتيجة راح يؤدي إلى النتائج ومن ناحية من ناحية ثانية لكن انت الله عز وجل في كل مكان شو أقو يعني تواجن تواجن بين الدكور والقناة طيب وهذا بلدك تبني بناتك وأهلك وأخواتك وبنات عمك وبنات وطنك إذا صار البناء اركضت وطاردت لمجرد وجود بريق في الخارج ما تحسب حساب هاي بنت البلد شنو مصيرها وين راح تروح ها ساقد واحد يقول شونا أنا مبتلي يدب على قلب لي من هدو ما يخم ما يفرح يدب على قلب لكن موئت من نفس الجنس أنت مو جاي من المريخ ها ماذا دعوة يعني شار عندك مبرر عندك كنفليش هاي لا يا لا مبروض أنك أنت تأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء أهلك بعدين أخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد والقيم الآن من شعب إلى شعب تختلف القيم والتقاليد والعادات أنت فكر أن هاي المرأة إذا انتقلت إلى البيت رح يصير بينك وبينها انسجام يوم يصير انسجام بينما بينها وينتهي الأمر إلى عراق وإلى خراع والوحية منهم الأولى ها طلعت هذه طلعت إلى الخارج وتركت الأولى ورح خصوصاً وإحنا عدنا عوامل عدنا عوامل يعني ما أنا ما اضطر أخط أصبعي على الجنب والله يعلم إنما عشيها عشيها يعني غيرة على مجتمع المسلمين شاف عدنا متزوج من المغرب طي ذكرهم يودوا لي فاكس من من بلد فهذا لما اتزوج من بعد تسع سنوات قلت أدر أشوف أهلي راح هناك حصد ذكرت إلى القاضي اللي عدمه القاضي كتب إلى القاضي ما البلد كهذا أنه طلقت هذا هم فورا طلقت ليش يعني الكفاءة مفتودة لماذا كفاءة مفتودة قال هذا شيعي وهذه مسلمة ما يصير الشيعي زواج المسلمة تفهم ما قل له هم النمونا موجودة يعني هذا ما تعتبع لياه تعتبع على النظام اللي يخليه وإلا هذا مو ما الكلام هذا هم وإنه تتوزع كفر وإيمان منو انتح تتوزع كفر وإيمان لك من قال أشهد أن لا إله إلا الله وإشهد أن محمد رسول الله حق ندمه وما له وعرضه حق ندمه وما له وعرضه مسلم هذا أنت مسلم هو مسلم وجه التكافر أنت منين اعتبرت لأن هذا مشترك عند شهر يتوقع شوية على خبر رسول الله ها شرك مشترك فإحنا مع وجود هالعوانل اللي عندنا نبه الإنشان ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كل العوانل لما يريد يقدم على بناء أشرة فأحد واللي الأمهات هم كانت إسرائيلية ما كانوا يميلون إلى الولاء إلا إلى هالأمهات المربوطة بالخارج يعني ولاءهم كان للخارج ولذلك في مجرد أنا يجي موسى عليه السلام يعني أنا مارد أقول هاي طاعدة اللي لابد من عدها ما تتخلت لا فتكون واحد لا مجي إيمان يغلب وما يهتم لكن تبقى عامل مؤثر هي هاي تبقى عامل مؤثر جاءت بعد أكو شيء آخر لما ريد نرجع للأطبيقات التاريخية تلاحظ أن المرأة محدثة الليل تلعب دور بالتأثير على الزوج أنت تدري عبد الله بن جبير شوى بأمود جبير هذا جبير جبير كان يقول للنبي أنا أحب عليه ابن أبي طالب أكثر من ولدي وإذا بيطالح شايل الشلاح يقاتل علي ابن أبي طالب شنو اللي غير هذا فعل المرأ مرأة تلعب دور محدثة الليل لها تأثير على الجوج تأثير كبير يعني مشاهل في هذا اخذ بعين الاعتبار عندما تحاول اخذ مصالح وطنك بعين الاعتبار مصالح حقيدتك بعين الاعتبار نح المسلم كفو المسلم مسلم ومسلم ما لدينا اشكال لك انت تروح الى ابعد من هذا فالروح الى ابعد من هذا لا خطرة جدا خطرة يلا ارجح الى الاية نب فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم ان يفتنهم نبأ لبقى شؤالي النقطة شنو على خوف من فرعون وملائهم فدولة لما امنوا والتقوا امنوا وهم لفوشهم ومطمئن خايفين خايفين منين خايفين ان جماعتكم راح يعينون فرعون عليهم من ذو المخالف نبه نقطة مهمة جدا مهمة شوف دائما مطامح الشعوب يلعبون بيها منه يجي طاغية اذا اجت طاغية منه يوقف الى جانبه يوقف الى جانبه اصحاب المصالح مش كان واحد مرتزقين من عنده ضد من ضد رغبات شعب بكامل ضد رغبات شعب بكامل افراد يلعبون دور سلبي ضد رغبات شعب بكامل نبح على خوف من فرعون وملائهم ملائة ذرية يعني جماعة ذرية يعني جماعتهم اللي اصحاب المصالح اللي كانوا يسندون فرعون يوقفون الى جانبه ويسندوا ويعملون معه يعني عندنا مالج تطبيقية بالتاريخ هو ارجوك سهل طلع الامام الحسان الى الضكار القائد ما له منه القائد ما له ابن عم عبيد الله ابن العباش عبيد الله ابن العباش يطلع بالليل للشاحة الحربية تيجي ليه ميت الاف درع بالليل ويجي ليه مكتوب باماكراك تولى رحمة ضيق وضيفة ضخمة ترك الجيش والتحق بالمعاف فشنا موجودة عشرات التطبيقات هذا مجرد مثل مصير عشرات التطبيقات من أجل مصلحة برد يشحق على مصلحة أمة كاملها هذول على خوف آمنوا على خوف من فرعون وملائهم نبه شنو أيفتنهم شنو هي البتن نبه المفسرين في قولون يقولون كانا ويشتعملون وياهم طريق فيها يوضوهم على النار يفتنون مرة يعرضوهم إلى نار يجيبون مثل ما شوت قريش ويا خباب ابن الغرب خباب ابن الغرب رضوان الله عليهم مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم لولى الرواد الأوائل ها شوالهم قريش كانوا يجيبون يسيلون ظهر عن مستوى الأرض ويوقدون النار تحت ظهره حتى يأطفأ ودك ظهره لهب النار نبه لي يقولون أقول أشهد أن العز حق وهو يقول فرد أحد لم يلي ولم يوز شيء وهنا مبارك هنا أن الإيمان ما اضطرد القوة الإيمان ما تقدر عليها القوة الفكر ليس بغير فكر يقرعه ما ممكن أنت الفكر اضطرد بالقوة الفكر كلما تضغط عليه أكثر يتجد أكثر يشتد أكثر فالإيمان يتعمق أكثر دول كان أولا يعرضوهم إلى النار يجيبوه يحططوه أمام النار ويعرضوه إلى النار إلى أن يتلاشى تتها ومناع يعرضوه إلى العذاب هذا أسلوب والأسلوب الثاني شنو والله ما اشتهي أذكر لكن مصطب حقيقة تاريخية كانوا يعرضوهم إلى عمل فاضح يعرضوهم إلى عمل فاضح إلى الاعتداء عليهم جنسيا هذا اللي اقتبشته اقتبشوه بعض العباثر المعاشرين واقتبشته بعض بعض الشعور المعاشر هذا الملأ ها أن لهذه البلد تعرضنا الشعور يتعرضون للطيبين حملة البكر السجناء الرائع حملة العقيدة ها هؤلاء يتعرضون إلى هذا اللون من العقوبة ذول كانوا كثير من عدهم ينهار أمام هذا العقاب لأن عقاب هذا أكثر من القجل أكثر من القجل يعني الإنشان يهونع لي أن يقتل يقتل بعد وما يشعر بهالفضيحة لكن إذا عرض إلى هذا اللون ذل نعم ذل ولذلك إحنا عدنا اللي مارش هالعمل يخرق بالنار نبه أو لا اللي يقومون بعمل اللواب أو لا هذا عقابة أن يخرق بنار أو يرمى من جدار أو يضرب بشيء ها يقطعون لأن هذا عبو أشمل هذا فالعبو موضوع عبو آآ فاشد لا بد من قطع ها فهل معنى دول خايفين من فرعون ومن ملائهم دول اللي يعاونوا جماعتهم أي يفتنهم يفتنهم يعني يعرضهم إلى الاختبار والاختبار الصعب ومو سهل يعني لا تتصور أن كل الناش تقدر تصمد الإنسان شنو دم ولحم أعصاء بالإنسان ينهار ينهار تماما ينهار ها العقيدة ما تكافح بهذا أبدا العقيدة شوف الجماعة اللي يعدهم أفق واشع واللي يهمون معنى الحرية شوف شنو موقفهم إجاء العقيدة طلع علي ابن أبي طالب من مسجد الكوفة لقى واحد واقف لبالباب قل أنا لا أصلي معك بجمعة ولا جماعة ولا أخرج معك إلى قتال ولا أناصرك بحرب أو شل أبدا جل الإمام وأنا لا أهيجك بأذى ما دام المسلمون منك في أمان شو اتفق لي نبأ تقول إذا أنت بالمجتمع عظم وأمون ما ضر الناس ما أهيجك أنا بأي أرض أنت حر تحبني ما تحبني تطلع وياي ما تطلع وياي شو تتنبه لها الصورة وشوف الصورة اللي يرسمها عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان وقف وراء وراء المنبر أول ما بويع قال نحن بن وميع من قال برأشه هكذا قلنا له بشيوفنا هكذا ها شو في القرق بين الصور بين لكن مع الأشه في تأريح نتعلي يحم اثنين ونصور ها كله واحد شلو ما دابت شون كله واحد هذا ما دابت هذا هذا خليفة وهذا خليفة في ترجع مبادئ الإسلام اللي تبعناها بالحرية وتغذيةها واحترامها واحترام الإنشان في موقفه هذا موقفه فالآية الكريمة ترشمنها المعنى على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم أن يرجعهم عن عقيدتهم ذول كانوا خايفين كانوا مضطربين اش كان يشوي هذا ولا تنبه لي من جملة الأشياء اللي شواها فرعون وملائهم كان يعرض ذول الإسرائيليين إلى الأعمال الشاقة يعني عمل بالشمس ونقل حجارة وعمل من قاتل شاق يضيق لهم الأعمال المترفة الهابئة يعطيها للقبر يعطيها الجماعة يضلون هذول يلهطون بالأرض بالبناء بالتعاب على دول لكن الأعمال المترفة والرتاب ون يشين إلمن للقبر هذن إلى أن تولدت عيدهم عقدة ضد الإنسانية مع الأسف إلمن دبوها لها العقدة وين دبوها بروسنا إحنا إحنا الآن سلطوا علينا الآن بنو إسرائيل نبأ شايف الجيسون بن إسرائيل الآن جاي يعملون هؤلاء مولانا دبوا حقدهم وين عملية تفريقهم صارت على رؤوس المسلمين يعني ملاحظ الآن إذا تابع شوية جيسون اليهود ملاحظ الحقد هذا والعالم من وراء جاي تدعمهم يطلبون الفلسطينيين حماية حماية من الأمم المتحدة نعم فترفض ليش هل حق تشوف هذا اللي بين صب بروش هالمسأ الشباب هالأساء هاي يعني النتيجة وإحنا بطر بالشعارات ما كعدنا مون هذه رحاب القدس منذ ترنح تصرع إلى جعقاتنا تتشمر تصع على نوء فتتلع جيدها وتراه من خدع الصحاب فتهطع عشرون كفا قرة ما أوقفت مهوى يد مغلولة إذ تصفع ها كنا نهب على الزعيق ومفتضى صرنا نناء على الزعيق ونهجع الله وكيل الفضل لها الحجارة ما للصبيان لازم جافعنا تخجل من الحجارة فالواقع وهزتني هذا رجل قدر يطبع من هالغطر قدر يتخرج وهو حفا نعم هذا كل اعتداء بس قصد يشوف العقدة تاريخيا اللي صارت عند هؤلاء هاي العقدة أدت بالنتيجة إلى أن ينصبها البلاء على رغوسنا إحنا يعني اللاحظ هو الحمد لله إحنا إن مواقف مشرفة في الصراع مع اليهود الحمد لله يعني مواقفنا مواقف تلجم الأفواه المأجورة نعم ابتداء من إمامنا من أمير من خيبر إلى يومنا قلما وذكرا وشلاحا إحنا واتفين يوش اليهود وسنبقى لأن هذا شيء يمليه علينا ديننا يمليه علينا موقفنا تأريقنا نعم هذا يمليه علينا على أي حال أعود للمنظور على خوف من فرعون وملائهم أن يبتنهم ثم انتقلت الآية الكريمة وقالت وإن فرعون لعالم في الأرض علي يعني شو هو فعلا كان عالي في الأرض يقول لا فد علوم مفتعل طبعا علوم مفتعل نشوف المؤرخين شي يقولون عن فرعون يقولون هذا فرعون كان من أخش العبيد فرعون كان من أخش العبيد لكن وصل إلى الحكم لما وصل إلى الحكم جام يعوض جام شي شوي يعوض هذا النقص اللي عنده بدأ يعوض بيش يعوض يعوض بالطغيان بالاعتداز لأن ما في شك أن هذا الإنسان إذا كان حقير وينتهي بالأمر إلى أن يمشك جمام آمر هذا ينتقم من الناش انتقام مروع نعم وهذا اللي صار هذا اللي صار فرعون كان من أخش العبيد ولكن لما وصل إلى الحكم يقول للموسى لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين أنا إله لأن تعاملني معاملة إله ها تتأمل هذا الإنسان اللي يجي يجي إلى الآمر وهو من وسط مثلا ما يلوك لهذا لمعنى هاي عوض هالتعوير هذا المفرد وإنه لمن المشرفين مو بس عالي بالأرض لا مشرف بيش مشرف بالتعذيب بالاعتداء ها ولقد أنجيناكم من آل فرعو يشومونكم سوء العذاء يدبحون أبناءكم ويشتحيون نشاءكم وفي ذلك بلاغ من ربكم عظيم من بعد هالمقدمات ننتهي إلى النتيجة شنو هي النتيجة النتيجة أنها الصرع لرسمتها شوء الآية والآليات اللي اشتعملت هذه قلنا ظاهرة طبيعية في الأرض هذه هي اللي دفعت إلى تحرك الحسين عن الوقوف بوجه فرعو الحسين يعني نحن نتشاءل لما أفرط تحرك وأرسل إلى أول قطر يعتمد عليه وهو الكوفر أرسلها مسلم سلام الله عليه زين ليش بأي دافع شنو دافع أولا الحسين رادي يختبر الشاحة الشاحة أكو عدها اشتعداد للتضحية لو ما عدها اشتعداد للتضحية فرما وده يقاتل لمسلم شوية تنبه جين مسلم اشتبقت الأحداث واضطرت إلى أن يخرج وإلا هو راح وضيف تمهم كأن يختبر الشاحة مؤثر اختبر للشاحة قد البيعة وانتظر وإلا مو مشألة قتال القتال اضطر تحول الأمر إلى دفاع واضطر مسلم أن يدافع وإلا ما مبعث مبدئيا للقتال جين وقال اتنظرك لنقبة أخرى ترى الكوفة مستهدفة الكوفة أولا مدينة نشأت على أنقاض عقولة عقولة مدينة شريانية الكوفة نشأت على أنقاض سنة سبا عشر من الهجرة شوف قبلها التأريخ تأريخ لما يمر بالكوفة يوصف الكوفة بغدر يوصفها مثلا بخيانة يحمل عليها أبدا ما كم من هذا شيء شوكت بدأت الحملة من انتقل الامام علي ما يقالب إليها من انتقل إليها شو اللي صار اللي صار أن انتشر بيها التشيح اللي كانوا بالكوفة بدأت الحملات وين على الكوفة ولهذا حتى الآن بالحديد إذا تجي إلى رجال الحديد إذا واحد من أهل الكوفة يحط عليه علامة استفهام ليش غريب الله أول 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 أمس أنا شو واحد هذا ذهبي ترجمة ذهبي يترجمة لهذا شي يقول عنه يقول كان من رجال الصحة وكان ثقة وكان صدوقا وكان متدينا عفا ورعا يصوم النهار ويقوم الليل صادقا لشان لكن يطرح قوله لأنه شيعي يعني ليش ما أعلم شيعي يعني إل من يحب أرجوه هو جاي يحب كسرى وقيصى إل من جاي يلتق حول من ما أدري يعني أرجوك ذول يلتق حولهم وأولاد رسول الله طيب رسول الله من هو يمو من الجزيرة العربية مو رسول السماء مو من قد الإنسانية طيب هذا إذا أحب هدول أولاهم وفضلهم على غيرهم الله الشعر كافر هذا كوفة ترى مستهدفة شوية نبه ليش أقول لك كوفة ترى مستهدفة وبدأ الاشتهداف من ذاك اليوم وإلا تفضل مر بتاريخ الشام مر بتاريخ المدن الأخرى اللي بالرأي مثلا مدينة الرأي بطجوين مثلا بالمدن الأخرى في أنحاء أخرى من العالم عينا مرت بنفس الشي صارت بها أحداث ما ثبتوا بها إلا أفراد قلائل كوفة مو بدع من الأمور عينا مثل باقي البلدان تعرضت إلى حالات هذه الحالات طبعا ما يصمدون بها إلا قليل من الناش الصمود ما يشير إلا قليل أما الحملة على الكوبة وأنها خيانة وأنها غدر لا لا مجد بدليل أنا بدليل أرجع أنت إلى أصحاب عليهم نبي طالب سلام الله عليهم منهم أصحاب عليهم معظمهم من الكوب نبه لي شوية معظمهم من ارجع إلى أصحاب الإمام الحسن الخلص معظمهم من الكوب اللي قاتلوا مع الحسين منهم ها طبعا كلهم من الكوب ما قاتلوا إلا جماعة من أهل الكوب نادر واحدة أو اثنين من أهل البصرة أو اثنين ثلاثة تحقوا من الخارج ولا أغلبهم من ها من هذا البلد الشاء اتعرض هذا البلد إلى حالات كثيرة لأن الإمام لما يقول بلدة تحبنا ونحبها ما معقول أن الإمام يحب لمكان هو قائم على غدر وفيان أو فلو لكن الظروف كانت أقوى منها والإنشان ما يصمد أمام الضرب أرجوك أي بلد من البلدان ما تعرض إلى اعتداء من الجبابرة ومر بضروف مسابهة وتخلى عن نهضاته وتخلى عن من كان يقوده هذا موجود مرت بمعظم البلدان الشاء قد يكون هذه لفتة النظر أكتار لأنه صارت بها حوادث ويا شخصيات كبيرة يعني ويا الإمام أمير ومدين سلام الله عليه ويا الحسن سلام الله عليه ويا فشين سلام الله عليه ها لأنه صارت بها أحداث ويا شخصيات كبيرة وإلا ارجع إلى خراسة شوف مواقف الشنو مثلا حروبها السابقة واللاحقة شمرت بأحداث أيام الأمويين أيام العباشين وروح إلى البلدان الأخرى هكذا شيء خليكون عدنا مقاييش صحيحة يعني أنا ما أريد أقول ماكو ما طلعوا هنااش بيها منحرفين لا بيها ناش منحرفين لكن لا تنسى يطلع بيها شخصية ها مثل ابن الشقي يطلع بيها شخصية مثل الحجر ابن عديل كندي مثل عمر ابن الحمق الخجاعي ها الأعلام الوجوه اللي يركجوا تاريخ التشيع من هالبلد هذا نفسه طبعا هذا بلد بيه خير وبيه شر لكن لن نشرف يصير عندنا إشراف ونجي نتعدى المقاييش الصحيحة أكو حملة عليها كرة هاي ناحية خلي من بعد هالمقدمة أدئ الحسين أرسل مسلم عليه السلام لصراع يريد يتعرف للشاحة ويكتب لها ولصراع الباطل اللي تجسد بالكوفة أكثر من غيرها ليش تجسد بالكوفة أكثر لأن اختار يجيد ابن معاوية والي من أشنع الولاد اختار لها عبيد الله ابن جياد نعم لأنه الوالي اللي كان بيها النعمان ابن بشير النعمان لما بلغ الخبر أن الحسين اتحرك ود مسلم قال والله ابن رسول الله أحب إلينا من ابن ميشون ها حسين أهلا به ومرحبا وأنا ما أقاتل أدافع بالتي هي أحكم لأن هذا من الأنصار والأمصار معظمهم إلى جانب معشكري علي ابن ابن قال نبه ولذلك تعرضوا إلى ضغط في هذا الوالي كتبوا منه أحلاف الأمويين مثل عبدالله الحضرمي مثلا مثل أفرض عمر ابن شعاد مثل مجموعة من هنوح من أحلاف الأمويين كتبوا إلى يجيد ابن معاوية إن كانت فكب الكوفة حاجة فأخرج منها النعمان فإنه ضعيف هو يتضعف وابعث إليها من يعمل فيها مثل عملك بعدوك وفعلا ودع على سرجون هذا رومي سرجون أجنبي جاب استدعى كان هذا سكرتير المعاوية هو صح قال تعال شو رأي اقترح للمسألة قال لها الآن لو معاوية يطلع من القبر ويشيع ليك إشارة تعمل بإشارته قال لها غلام قال لها معاوية الآن لو يبعد من قبر يقول لك عين عبيد الله ابن زياد غيره الموقف ما فعلا كتب لعبيد الله ابن زياد أنه سر إلى الكوف حين تقرأ كتابي هذا حتى تلقب مسلم ابن حفي نعم تقتله أو تنفيه أو تخرجه والسلام واجه لي أن أتباعي قالوا لأن مسلم يجمع الجموع ويجمع الأموال ويرى أن الأمر لا يستطف إلا بقتله فأنت تحرك تحرك وتحرك تحرك سريع يعني جميع أصحاب وقعوا بالدرب من التعاف عف ما وقف عليهم أبدا إلى أن وصل إلى الكوفة وحدة لبس الاعتجر بعم سوداء ولبس ملابس تشبه بالحسين وكان كلما يمر على جماع يسلم عليهم يقولوا لو عليك السلام يا ابن رسول الله قدمت خير مخدم يصوروا أن الحسين إلى يجأ إلى القصر الجمارة تدلى له النعمان من شرفات القصر يصور أن الحسين قال لي يا ابن رسول الله أنا لا أقاتلك ولا أشلمك أمانتي على افتح لا فتح فقد طال ليله سمع الرجل من ورائه قال إذن مرجان رب الكعب فإن أخبرهم رأساً هذا صعد بالقصر الأحداث اللي جرأت هي اللي أخذت جمع بالموقف وإلا مو جمع بطل أو لا أول النهضة صار قبل الموعد المقرر بأيام موعد المقرر مع مسلم أن ينهضون قيوم معين سبقتهم الأحداث تقريباً بخمسطعش يوم أو أكثر تقريباً تحرك وحدة الأولى بعدهم أصلاً مدارين مو على موعدهم أي ناحية ناحية الثانية أخذتهم قضية هاني بن عرو هاني بن عرو ما كانوا يصورون أن الأمر يتم بهالشهولة لأن هاني لما طلع شريح القاضي إلى جماعة إلى مدحك وقالهم ترى ما بي شي هاني إنما الأمير عاد والأمير مؤدب يؤدب تراجعوا ها وإلا لو عارفين الوضع كان ممكن الموقف يتغير قتل هاني وجئوا به يشحب بالأشوار أخذتهم الأحداث حدث وراء حدث ها يعني سبقتهم بتعبير آخر أن الصدف تحكمت بالموقف هالذي يضطر أن يطلع مسلم قبل الموقف الموقف المعد له طلع والدور كانت مملوئة حوله لكن فوجئ بأن الجيوش التي جاءت من بعد ذلك وتلاحقت فوجئ مسلم بأمر ما كان قد أعد له النتيجة ها خرج وراء ثلاثمئة من بعد الصلاة طلع ما وراء إلا عشرة دخل إلى الدار لم يجد أحدا يدله الطريق بعد ذلك دخل إلى الدار دار طوعة بعد المحاورة اللي ذكرها التأريف وقق على دار قالها أمثالله أهل من شربة ماء فشعل الرحم دخلت أخرجت له ماء شرب أرجع في الأناء طلع قلت لي شربت الماء قال بلى قلت لي انصرف يرحمك الله ما أجابها مرة ثانية انصرف ما أجابها بالثالث قلت لي هذا لا أحل لك البقاء على باب دائري شربت الماء قالها أمثالله هل لك في أجر ومعروف تصنعينه معي قالت ما الخبر قالها أنا مسلم ابن عقيل أنا ليس لي بهذا المصر أهل ولا عشرة قالت على الرحب والشعر لا أدخلت وإلى الدار قدمت له الماء شرب عرضت عليه الطعام أبا قالها جيب لي بس شويت ما أتوطى توطى ثم صف قدمه لم يجل قائما وقاعدا وراكعا وساجلا حتى أوشك عمود الفجر أن ينفلج ابنها رأاها تكثر الدخول والقروج ألح عليها وخذت عليه العهود والموافق وأخبرت لما أخبرته ذهبت إلى عبيد الله ابن جياد فأخبرت الذي عاد بدأ يرسل عبيد الله الكتيبة تلو الكتيبة وجرت المعرفة تلع مسلم قاتله بمفرده انقسموا عليه فرق متعدد أخذ إلى القصر يهبني شوية المحاورة اسمعها ادخل إلى باب القصر يقول الحرسي سلم على الأمير قال اسكت ويحك ما هو وليب أمير قال له عبيد الله شلمت أو لم تشلم فإنك مقتول قال له لئن قتلتني فقد قتل من هو شر منك من هو خير مني وبعد فإنك لا تترك شوء القتل وقبع المتلى ولؤم الغلب وقبت الشريرة لأحد أولى بها منه قال له يا شاء ألقعت الفتنة وشققت عصى المسلمين نعم وخرجت على إمامك قال له كذبت يا ابن جياد ما أنا الذي شق عصى المسلمين إنما الذي شق عصى المسلمين معاوية وابنه يجيب وأما الفتنة فقد ألقحها أنت وأبوك زياد عبد بني علاج عبد بني ثقيد قال من نتك نفسك أمرا حال الله دونه واجعله لأهله قال ويحك ومن أهله قال أهله يجيد ابن معاوية قال رضينا بالله حكما بيننا وبينكم قال أوتظن أن لك في الأمر شيء قال والله ما هو أبوى ولكنه اليقين فأخذ يشتم أمير المؤمنين ويشتم الحسن والحسن هذا أسلوبهم ها تبت لهم قال لهم اسمع اقضي ما أنت قاضي أحب منك ما يوجد بدل الشتم اقضي مر بما تريد صح أين الذي ضرب مسلم شفتيه بالشيف أو ضرب وجهه بالشيف جاء بولا بكر ابن حمران قال خده بنفسك خدتا ركمين أصعده إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويغلشه قال لها عزم على ضرب عنوبي قال لها جلطني مجال شوية أصلي ركعتين فعلا صلى وكعبين ثم حول وجه وين إلى طريق الحسين إلى جرور الحسين كان أنا ذاك بجرور جالش وخدت يما منها العقيد اللي قاعدين يما وإذا دي صور الشلام عليك أبا إن ابن عمك أشير بين يدي القوم لا يجري متى يقتل عمل حسين قائما على قدمه قال وعليك الشلام يا غريب كوبا ثم قام من فوره الشيخ يقول دولة العقيل اللي كانوا دائر مدائر الحسين وضعوا رؤوشهم على مكبه ودموعهم محبوشة ينتظرون شنو فوصة الحسين نظروا إلى الحسين ورؤشهم بين رخبتها والتحب باكية عند ذلك على نحيبهم قام بالإمام من فوره ومج إلى دار النشاة فللقت أخته جينة قالت أبا عبد الله من الذي ذهب على الخي قالت نعم قلها علي بيتيم بطفلة بيتيم بيتيم حميدة أحملت بها تقود الى الحسين أخذها الحسين وضعها في حذرات وضع يده على رأشها ربعت رأشها قالت عم أراك تمشح على رأش تصنع بي صنعا يتاما لعل والدي قد اشتشهد اختنق الحسين قد اشتشهد تقود تبت ما يعم بوي وانا من جمع ما ضينا علينا وجهك تغير ذاك وينا وعم مدعني موحدينا يمكن بي شاء أتلينا يقول الحسين بني أنا أبوكي بناتي أخواتكي قالت عم أنت شيخ من أضلت الخضر وأقلت الغضر ولكن يا عم ما أخلى البن إذا أداب أبوها بشغها قلت حسين خديها عندي لقد أحرقت خلبي بينما هي كذلك أخبلت إليها طفلة للحسين تدعبها قال قال لها الأرض من يدعيها لك يوم أعظم يوم وهو اليوم الذي وقعت فيه على صدر يبيعها وأقبل إليها شمر جعل يلوحها بسرط أبوه يا بربا يا رقم عليها يا جرم العذو من بيها نبيها يا رقم أنا صرخ ودير العهل لم يبكي عدم الوذوق بعهلها كالله ولن شغف مبرد ربي نسألوك وندعوك ونتوجه إليك بجمال وجهك وبرحمتك التي وشعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا يا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا ولا أما إلا كشبتا ولا مرضا إلا شبيتا ولا غائبا إلا أذنيته ورجعتا ولا حاجة من حوايج الدنيا ولا آخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويشرتها اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد اللهم تقبل منا وارقمنا المؤشسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالشين والمسلمين بل اللهم جميعا توافل فاتحة